اشهد معالي دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالنجاح الباهر لفعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024 في نسخته السابعة في ظل الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم بدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء ونوها معالي وزير المواصلات والاتصالات بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حماد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وثمنا التعاون والشراكة بين الجهات المعنية كافة وأضاف الوزير بأن هناك مقاومات ساهمت في إحراز المعرض لأهدافه ومنقصده كوجهة جاذبة ومؤثرة ومنها الدور الكبير لقوة دفاع البحرين ممثلة في سلاح الجو الملكي والسمع الحسنة والطيبة التي اكتسبها المعرض خلال دوراته السابقة إلى جانب الأجواء الآمنة وحفوة ورقي شعب البحرين مبينا أن المعرض نال الإعجاب والاستحسان الدولي لسيما مع وجود بنية تحتية ولوجستية حديثة وقدرات فنية فائقة ومتطورة وإمكانات وتسهيلات عالية ورفيعة المستوى وعروض وفعاليات شيقة ومتنوعة وأعرب معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة عن اعتزازه بقدرة معرض البحرين الدولي للطيران على استقطاب الشراكات والمؤسسات العالمية خصوصا مع توقيع العديد من الصفقات والاتفاقيات مشيرا إلى أن الإقبال الواسع من الجهات العارضة والمشاركين والزوار يمثل شهادة دولية جديدة على جدارة المملكة ويضيف رصيدا مهما لسجلها الزاخر والإنجازات المتتالية في ختام هذا المعرض والذي يعتبر من أنجح المعارض التي تم تنظيمها منذ بداية انطلقته منذ 14 عاما نجاح يكمن في عدد المشاركين ان كان من الشركات ان كان من الوفود المشاركة لدينا 226 وفد عسكري ومدني من شركات دولية مرموقة واستطاعنا من خلال هذه النسخة أن نؤكد مكانة مملكة البحرين المتقدمة في مجال صناعة الطيران والبحرين تحتفل بالذكرة 75 من الطيران في البحرين تؤكد مرة أخرى هنا من قاعدة الصخير الجوية بأن تنظيم المهني والرفيع لمعرض البحرين دول الطيران جاء بشهادة المشاركين المشاركين من الوفود العسكرية والمدنية شاركوا بطبيعة عملهم في مؤتمرات دولية عدة وأبدو عجابهم الكبير بحسن التنظيم بكفاءات الطاقات البحرينية بالمهنية العالية كما شهدنا أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الدول والشركات الموجودة وقد أعربوا الشركات الأجنبية المشاركة معنا عن عجابهم وتقديرهم لآلية التنظيم بحيث معرض البحرين دولي للطيران يقدم منصة للشركات الدولية لعرض أحدث منتجاتها أحدث التكنولوجيات الخاصة في مجال صناعة الطيران والرقابة الجوية والأمنية وغيرها